تأهد عدد من التجار بتثبيت أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك وذلك بالتوقيع على وثيقة تهدف إلى دعم القوة الشرائية والحفاظ على استقرار السوق إلى جانب صون حقوق المستهلكين وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد السيد خالد الأمين رئيس قطاع الثروة الغذائية في غرفة البحرين أن الوثيقة مبادرة من التجار لضمان ثبات الأسعار طيلة أيام الشهر الفضيلة بالفعل وثيقة شرفية أعتادين لسنوات أن التجاري واقع عليها يضمنون ثبات الأسعار يضمنون توفير القذاء يضمنون الإمدادات لسلال الغذاء دائما تكون متوفرة ثبات الأسعار شيء مهم سواء كان تغيرت الأسعار من هنا أو من خارج البحرين التجاري وتزمون بثبات الأسعار وهذه في رمضان وإن شاء الله راح نشتغل على وثيقة ثانية أن المواد الأساسية تكون ثابتة طول السنة للمستهلك البحريني دائما مملكة البحرين تحافظ على مستوى بين أربعة لستة أشهر فالحمد لله الأكل كله متوفر سواء خضرة فاكهة لحوم دجاج سمك كل المفرزنات كل احتياجات رمضان متوفرة فأنا أختم منها الفرصة وأقول للمستهلكين لا تكادسون عندكم سبع تلاف نقطة تبيع بين هايبر ماركت بقالة سوبر ماركت محلات خضرة فالتكديس غير منصوح به خلال رمضان لأن كل شيء متوفر وسعاره ثابتة ترجمة نانسي قنقر